موسيقى حياكم الله إلى موجز لأهم الأنباء تصدت القوات الجنوبية فجر اليوم لهجوم شنته ميليشية الحوثي الإرهابية بجبهة يافع الحدودية وذكر مصدر ميداني للمركز الإعلامي للقوات المسلحة الجنوبية أن القوات الجنوبية تصدت لهجوم الميليشية الحوثية حيث لقي أكثر من 15 مسلحا حوثيا مصرعهم وكانت القوات الجنوبية شنت هجوما واسعا لأسبوع الماضي على مواقع الإنقلابيين وتكبدوا خسائر كبيرة في الأرواحي والعتاد أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن اليمن ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها لازلت تقوم بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي وناقش رئيس الوزراء مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقي عثمان البليسي التعاون القائم بين الحكومة والمنظمة بشأن قضايا الهجرة والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنساني للاجئين والمهاجرين إضافة إلى النازحين اطلع اللواع دروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنبي والوفد المرافق له على أخير الأعمال والإنجازات في إنشاء مشروع سد حسان الاستراتيجي بدعم من دولة الإمارات الشقيقة وأعادت هذه الزيارة الأمل إلى أبداء المنطقة بسرعة إنجاز مشروع سد حسان علما أن الحكومات السابقة لم تنجز العمل وفق الخطة الموجودة بالإضافة إلى فقدان المخصصات المالية الموجودة وفق ما قاله بعض الأهلي أعلن محافظ طاعز نبيل شمسان تدشين العمل في مشروع مياه الشيخ زايد برعاية نايب رئيس مجلس القيادة الرئيسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد رقن طارق صالح وبدعم سخيم من دولة الإمارات فقال محافظ طاعز إنه تم البدء في العمل بحضور قيادات المحافظة والمشايخ والعيان في مدرية صبر الموادم وأكد شمسان أن المشروع الاستراتيجي يعد إنقاذا لمدينة طاعز التي عانت خلال السنوات الماضية أزمة مياه حادة بسبب سيطرة الميليشيات الحوثية على حقول المياه المغذية للمدينة كرم قائد المنطقة العسكرية الثانية اليواروكن طيار فائز منصور التميمي قيادة قوات خفر السواحل بحضر موت والضباط وصف ضباط والجنود المتفوقين وتم تكريم الجنود نظير جهودهم الميدانية بفرق الإخلاة والإنقاذ هو الانتشار على طول الشريط الساحلي بحضر موت التي طورت من أداء العمل بقوات خفر السواحل وحققت المزيد من الإنجازات الرامية لحفظ أمن سواحل حضر موت ومياهية ومكافحة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات تهاية الموجز إلى اللقاء